شونكم شاكم ماكو ان شاء الله الكل بخير وبصحة تمام قبل ثلاثة شهر سويت فيديو مراجعة للآيباد اير فور وقليت بهذا الفيديو بانه تسعيرت هذا الآيباد كانت بالنسبة لي غير منطقية هذا الآيباد سعره يبدي من 600 دولار لذاكرة 64 جيجا بايت وهذا السعر قريب نوعا ما من الآيباد برو 2020 فاللي يقدر يوصل ل600 دولار نصيحتي كانت انه يجمع شوية فلوسه ويشتري الآيباد برو لانه ببساطة التجربة المثالية للآيباد هي في الآيباد برو فقط انا مستخدم للآيباد برو 2018 صالي 3 سنين وهذا الآيباد مثل ما يقول كاظم السهر كل ما يكبر يحله فنصيحتي في وقتها كانت اخذ الآيباد برو على حساب الآيباد اير فور السبب اللي خلاني ارجع اسوي مراجعة للآيباد اير فور بعد 3 شهر من الاستخدام المكثف هو ارتفاع الدولار عندنا بالعراق في وقت تصوير هذا الفيديو سعر الصرف هو 145.000 دينار عاقي للميت دولار بينما بالمراجعة الاولية كان سعر الصرف 125.000 دينار اي بمعنى اخر الفرق ما بين سعر الآيباد اير فور قبل 3 شهر عن الان الفرق 120.000 دينار عراقي بالفيديو الاولي نصحت انه تاخذ الآيباد برو لكن الدولار حاليا صعد ومع الوضع الاقتصادي العام لابد انه تفكر قبل ما تشتري اي منتج الكتروني فبالوقت الحالي الايباد برو ما يعتبر خيار مثالي لانه السعره صار اغلى وبنفس الوقت اكو اشاعات انه شركة ابل قريبا راح تعلن عن ايبادات جديدة فنصيحتي في الوقت الحالي لتاخذ الايباد برو اذا شنو اللي بقى ايباد ايت وايباد اير فور الايباد ايت ايباد يمثل القيمة مقابل المال واذا قرارك انه تاخذه ما راح تتندم لان سعره مناسب تقريبا 340 دولار لنسخة 32 جيجا بايت والايباد ايت يعتبر اداء جيد على هذه الفئة السعرية وكذلك الايباد ايت سويت لمراجعتين بالقناة تقدرون تشوفوها بعد انتهاء هذا الفيديو فبقى الايباد اير فور هل يسوى اخذه؟ بعد 3 شهر من الاستخدام المكثف تعالوا ويانا انطيكم الخلاصة الايباد اير فور برغم انه شاشته 60 هرتز الا انه بسبب سلاسة النظام والتنقل ما بين التطبيقات سريع جدا فكثير من الاحيان كانت انسى حلاوة شاشة 120 هرتز في شاشة الايباد برو بس بصراحة لما اجي استخدم البرو فترة طويلة وارجع للاير فور احس بفارق السلاسة بينهم استخدامي للايباد اير فور طوال فترة ل3 شهر كان استخدام العاب قوية وتصفح ومشاهدة فيديوات لا تسألني ليش ما جربت مونتاج الفيديوات مهما تحاول الشركات تقنعك انه تقدر تسوي مونتاج على ايباد تبقى تجربة المونتاج في اللابتوب او الماك هي التجربة المثالية والفارق من السماء للقاع واذا قدرت تدفع 600 دولار على ايباد حتى تمنتج عليه ما تقوليش بقالك لعد حتى تشتري لابتوب اي لابتوب بمعالج الكور اي 5 احسن لك من الايباد بالمونتاج اما بالنسبة للالعاب والاداء بشكل عام في الايباد اير فور فمعالج البايونيك اي فورتين بطل اداء ما عليه اي غبار طوال فترة استخدامي وصرف البطارية رهيب اقوى الالعاب اعلى سطوع للشاشة اي شي تسوي على هذا الايباد اداء يظل قوي وبطاريته خرافية واتوقع هذا الايباد يظل على نفس الاداء على اقل 4 سنين من وجهة نظري اشوف معالج البايونيك اي فورتين هو نقلة نوعية في تاريخ معالجات شركة ابل من الامور اللي ما عجبتني خلال تجربتي للايباد اير فور هي بصمة الاصبع المدمجة مع زر التجريل ما حسيتها بسهولة الفيس اي دي اللي بالايباد برو مو دائما مضبوطة والسبب يمكن بسبب كثرة استخدامنا للمعقمات او لانه شكل البصمة رفيع مو مثل الايباد ايت بصمة دائرية حجمها مناسب كذلك كاميرا الايباد اير فور ل 12 ميجابيكسل كاميرا عادية جدا وما تاخد صور حلوة الا بالانارة المثالية ايضا جد تتمنى سماعات الايباد اير فور مشابهة لسماعات الايباد برو اكيد سماعات الايباد اير فور جيدة جدا لكن السماعات البرو افضل من ناحية البيس والفوكالز اذا بالنهاية اللي غير رأيي وخلاني اسوي هذا الفيديو هو مو الايباد اير فور نفسه وانما حالة خاصة وهي ارتفاع الدولار طريقة شرائك لمنتجات لازم تتغير من وجهة نظري وانا حتشيت عن هذا الشي في احد الفيديوهات اللي رح تطلع لك هسا فوق الايباد اير فور في الوقت الحالي هو خيار افضل من الايباد برو من ناحية القيمة مقابل المال اذا لقيت ايباد برو 2020 مستعمل ونظيف بسعر مناسب انصحك تاخذه اما ايباد برو جديد بالوقت الحالي لا ما اصحك وبالنهاية الايباد اير فور اذا تشوف نفسك تكفيك 64 جيجابايت ذاكرة داخلية فبسعر 600 دولار الايباد اير فور هو افضل جهاز لوحي في السوق حاليا بالنهاية اتمنى انه تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو اذا عجبكم حطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا بعدكم ما مشتركين حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعوني على حساباتي فيسبوك عن استوغرامتو وتاري اللي رح تطلع لكم بالشاشة ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم موسيقى